مرحبا يساعد ايامكم جميعا اليوم متل ما وعدكم رح ساولكم فيديو كنتم نعمل سهول مذكرة فيه ورح نقرك دوم النشاط فان فور فان ان شاء الله تنبشتوا به الفيديو ساعد ايامكم يعطيكم الف عافيه اليوم اصدقائي الاعزاء رح اشتغل قدامكم بهالفيديو كيف منزخرف الصحون اللي عم نشوفه قدامنا انا عادة بحاول استعمل الصحون المكسورة او الصحون القديمي اللي ما بقى عم نستعمله ووقات بشتر صحون لونة ابيض بكون ايستها مختلفة هيد الصحون بيبيعوها بالكيلو بتكون سعرها كتير خيص وكتير مناسب للشغل اول خطوة بنبلش فيها هي بنلزق طبعا للصحون المكسور او السحون اللي بتكون طرفها كمان منزوه فينا نرجع نعمله سيح عندنا عادة مواد من التلزيق في مواد بنخلطها مع بعض سبري وتلزيق لحتى يكون اكتوى المواد اللي بنستعمل اسواء زاز ولا حديد ولا خشب اي مادة بدنا نلزق فيها هلا رح نحط اول مادة يلي هي هي على الصحون بنرجع من رش سبري على جماعة الجهة الثانية وبس نحطن حط بعض بنسبتن شوي على الطاولة عشان بنلاحظ انو بلزر مية بالمية ونطروا شوي لا ينشط ونبلش الشغل فيه هلا هيدا السحن رح استعمله لحتى اللي اشتغل عليه هنحاول اول شي نعطق الطراف الصحن بهاي الطريقة بدا بتحزوا الصحون كلهم على طرافهم معتقين طبعا بختار اللون المناسب مع الشي اللي بدي اشتغله يعني مثلا انا اخترت هيدا اللون لهيدا الرسمة لحتى هون طبعا هيدول كروتي ممكن نجيبهم من المكتبة او اذا انا كنت مسافرة وقتها وجبتهم معي و هنه بيكونوا عكارت انا طبعا قصيتهم وعملتهم بشكل داقري لا لزقون على الصحن نحنا هلا هنتعلم نعمل هاعمل لهيدا هاعدتق لهيدا طبعا هيكون اللون مختلف لانه ما بيلبق ها اختار لون بيلبق لهيدا السحن قبل ما بلش عطي السحن هاعدتق السحن هاعدتق هاعدتق بالمية لانه دازم تكون طرية لحتاج بتاخد ملمس الصحن وتقدر تبرم مع برمة السحن بنحط الكرتون بالسحن و بنجيب ماي و بنحط ماي علي بهايد الشكل متركة لحتى لتتراب وتقدر كرتون تاخد شكل السحن هلا رح نبلش نعطي السحن انا بستعمل عادتا ألوان الأكريليك اي مركة مش مشكلة لانه هيدا اللي فيها اخضر هون اذا منشوف وشوية زراء مخدر ها اخلطه مع بعض و دايما انا بستعمل الألوان الميتاليك كمان أكريليك في منه دهابة و في منه فضة و في منه برونز هاحط انا الألوان على البالات او على اي سحن صغير و برجح بخلطه مع بعض بحط كميات صغيرة لانه احنا ما بدنا كتير كميات كبيرة هادي مفتد اخضر غامر بهاي التاليقه هلا اعجبني اللون بزيد و بخلطه كله و بحاول يشوف الكارت اللي عنده اذا مش الحان تقريبه مش الحان حاول هيدا يحطي على الجهه التاني كمان هلا ما بعد ما خلطت الألوان ببلش حطهم على السحن بوزة بهاي التاريقه و بجيب ريشة اي ريشة عندي اياها و بشتغل بهاي التاريقه اذا بتلاحظوا عندي هيدا الخط انا هاستفيد منه لانه بس اعمل الحط الرسمي بالنص برجع بردها بيشتغل فبكون هيدا جايد لقلي لاشتغل علينا قد ذهبه او زخارف ذهبه لكمل السحن فهيدا طريقة التعتيب بثير سهله وانتو متل ربادكم التكتشر تعملوه هاول اعمل دائرة كتير سهله الطريقة ما كتير تتلبكو فيه لانه متل ما شايفين انه هي بيفكر على الواحد صعوي بس كتير سهله كيف ما طلعت التكتشر تطلع حلوه احنا خلصنا مبدئيا للتعتيب هلا انا بستعمل عادة غيره هادي الماركة كتير منيحة لانه بس ينشف الغريب يصير شفر انا عادة الغيره بحله بالماء وهو يكون هيك ابيض بس باخد شوي تقريبا كمية ماء وبحط غيره بالماء وبحركهم لحتى اللي يدوقوا فينا اذا الغيره يكبر لعي فينا يصفر الغيره بكلسات او بمصفاية عشان ما يطلع فيهم زوايا ديزعجوني بالشغل هلا رح نلزق اللي حتناها بالماء هلدقها بهذا السحن اللي اشتغلنا عليه اول شي حط له على السحن بهذا برجع كمان حط غيره على السحن كمانه برجعك اوه برجعك كلها يكون رقيقه طبعا انحطيها بالماء تشير التراب ويرتز على العيون لكي يرزقوا مسيروا جزء من السحن فجر وضع الوحدة بقلب الصحن بالريشة بحط غراء مبلش نحاول انه ما يصير في ابدا فراغات بين الصحن والكرتونة وما يكون في فقاعات بهي الطريقة منكم خلصنا تلزي والتعثير ببعنا مرحلة تاني فيني عتق فوق هيدا اللون اذا ما حبيت وفيني هيدا الابيض كمان عتقه مع الصحن عشان يصير جزء منه وبرجع بزخرة في الاتراف هلا بنحكي عن الزخرة في الاتراف كيف بتبقى هلا رح علمكم كيف نعتق على هيدا الصحن اللي انا عتقت عليه لانه الصحن هيدا بعد ما نشف اول شي عند هيدا اذا متقرب الكاميرا عليه نشوف انه هيدا بيزبط نشتغل عليه على الخشب على الزاز على اي شيء سيفور بدنا يبلغ سيراميك كمان بيزبط هو في قرزة اهم الشيء بهذا القلم انه نخطه شوية علشان النون بقلبه سيطل هو طبعا ريشته هيد اذا تلاحظوا بس نتبس عليه نتبس عليه بهذه الطريقة بطلع النون بسي بنمشي فيه اه رحطها عينيك لحتى الزخرة شوية هلا اذا ملاحظ مثلا انا بدي اختار عندي هيدا طرف في الصحن حتى ادمجوا مع الصحن لاحظوا عملت شيء مثل هيك زخرة في الصغيرة ونقطة زخرة في الصغيرة ونقطة هو الزخرة فيه مش مهم دقيقة لان هو الهدف انه نوصل الصحن بالرسمة بهذه الطريقة اذا ملاحظ فينا نختار مرحلة اذا ننقطة هي الطريقة هلا انا اعمل بشتغلها هيدا فوقه لا تعرفوا كيف اشتغلت لانه هيدا بعد ما نشف اكيد منتول ليسا لاحظ كل الصحن بختار هيدا مثلا بقلم ذهب معمول هيدا فيه اشياء فيه كل فينا نعملها بالرشة اذا بدنا بتصير كل ما يلبق على الصحن نعمل الزخرة في عليه وحطيت انا طرف لاحظوا ده هدي على الطرف كمان لهيدا الصحن فيه كون انتو مثل ما بتكون تشتغلوا عليه هيدا الصحن فينا طبعا منعلقه انا حطيت له خشبة مع زردة ومنعلقه مجموعة صحون مابان او فينا نستعمل هيدا ستانده خشبة في كل الالون فينا رشة هيدا معجتنا لونه ونحط السحن عليها بهيه كبيرا اوكي مثل ما شفنا السحن هيدا لقي خلص نحائيا لازم برشه سبري سبري شفر ممكن يكون مض او ممكن يكون لمية سببا كونه ومشل العمير واخطته على الارض وبرش بهيه كبيرا ما حرش انا لانه هلا اجوبها كتير مأذية للروايا وشانك بحاول ان نربس كمانة اللي ما بستعمل سبري بقى شكرا لكم وان شاء الله تكونوا مبسطتوا بهالفيديو او اكيد حكو في فيديوه اكتر